سلطنة عمان وليه بتصنف على إنها أغرب دولة عربية ومعلومات عن غياب ناطيحات السحاب في عمان بتنفق عمان ملعين الدولارات سنويا لعدم الحفاظ على مظهر فخم وحديث على أرضها بس هل في حد يعرف السبب وراء الموضوع ده؟ لو تعرف السبب ليه سلطنة عمان بتصنف على إنها أغرب الدول العربية وكمان الدولة الوحيدة اللي ما فيهاش ولا ناطيحة سحاب وحدة اكتب لنا في الكومنتات لو تعرف الإجابة ولو لسه كتيد فما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك حلائتنا أول بأول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ حلائة النهاردة دا يا صديقي زكاء كبير جدا من دولة عمان صروة عمان بتيجي من مواردها النفطية وعلى الناحية التانية دول الجوار والخليق العربي بيسعوا دايما لبناء مدن حديثة بناطيحات سحاب باستخدام إرادتها من النفط دي بس بتفضل عمان تقليدية ما بتحتويش ولا حتى ناطيحة سحاب وحده ومال إزاي طيب بتنفق الأموال دي كلها قرار عمان في عدم وجود أو بناء ناطيحات سحاب على الرغم من صروتها ومواردها النفطية هو قرار استراتيجي وفريد من نوعه بتهتم عمان كل الاهتمام للمحافظة على هويتها السقافية والتاريخية وعلشان البلد أصلا بتمتلك تراث غني وتاريخ عامق جدا وبتفضل محافظة على نمط حياتها التقليدي ده من خلال عدم بناء مدن على اقتراز الحديث أو بناء ناطيحات سحاب والحفاظ بقى على اسلوب معماري تقليدي بتمكن لعمان حماية هويتها السقافية والتراثية في الجانب السياحي للدول بتبني مدن حديثة وناطيحات سحاب علشان يكون في عامل جذب سياحي بينما عمان اتخذت نهج مختلف في جذب السياح ده وهو عن طريق تأديم تجارب فريدة ومختلفة في تقاليدها السقافية وجمالها الطبيعي كمان بمعنى انها بتسعى لبناء سمعة للأصالة والمناظر الطبيعية بدلا بقى من المباني الشاهقة وناطيحات السحاب قرر عمان ده كمان بيهدف لوجود بيئة مستدامة وصديقة للبيئة من خلال تجنب بناء المباني الحديثة وناطيحات السحاب واللي بدوره هيحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق الهدف المرغوب حاجة تاني وهي الراحة والهدوء بتسعى عمان لتوفير بيئة اكثر راحة وهدوء للسياح بشكل حظري واكثر تقليدي وده اللي بيكون جذب جدا للمسافرين والسياح اللي بيدوروا على الاسترخاء والهدوء والاماكن البعيدة عن زحمة المدن الحديثة في الاخير بيعتمد قرار عمان ده وهو عدم بناء مدن او ناطيحات سحاب على كذا عامل وهم بقى الحفاظ على الثقافة والتركيز على التنمية المستدامة وتأديم تجربة فريدة جدا واصيلة للسياح وبدل بقى ما تتنافس مع الدول المجورة في بناء ناطيحات السحاب وعددها وارتفاها لا أخدت عمان طريق تاني بيتماشى بقى مع ثقافتها وجمالها الطبيعي وهو بناء مدن ومباني أسيارة والحفاظ على النمط التقليدي وللسبب ده بيتجنبوا أي تغيير في هويتهم الثقافية اكتب لنا في الكومنتات رأيك وكده بتكون خلصت حلائتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلائتنا أول بأول كان معكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دمتم في أمان الله مع السلامة